اسمها الصورة يا شباب شو في الصورة هاد يبو عبدالعزيز وش رايك في ذا يبو عبدالعزيز هذا خاضي مريكي معروف هذا مشهور هذا أنا تابعه ويبين قمة حسن التعامل انت معجب بشخصية هذا الرجل لا شو أنا الله حقيقة والله بيني وبين ربي ان يدعي له بالسجود ان الله يدي للإسلام ليس بينه وبيني إسلام إلا شعره الله ان يدعي له في سجودي واني حطيت اسمه في السيارة أنا هذا الطبع لو بغيت أحفصيه ويحطه في الطبلون حق السيارة وانا في الطريق طبعا حلو والله وانا ساجد ان يدعي له قال اللهم ما هدهي للإسلام اللهم ما شو تدره للإسلام لأنه في قمة بالعدل قمة بالتعامل تصور جيته حرمه حامل 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 وعنده قضية قطع إشارة الظاهر وكذا فأيو سألها قال لها ومط شويك يعني متى بيجي اللي بطنك ينزل قالت وان ويكا وتو ويكا يعني اسبوع واسبوعين بس طول حق النيابة العامة وسكتهم كلهم قال لحد يكلمها كذا خل المحكمة هادية ايش فيش عندك قال لا تزعجون اللي بطنها روحي إذا جاء الضيف انت تعالي بعد ما اجي الضيف قال له ايش شو بتسمينه اذا جاء قلت انت بسميه عليك قاعد يضحق قال انت ترشيني تعطيني رشوة قالت لا 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 ما ارشيك بس انت رسل التعامل ايوه ان اثتر في الولاية كلها فهذا الرجل حقيقة صورة يحتاج ان يرى كل قاضي يقضي بين الناس اخلاق وتعامل هذا الرجل انصى نصيحة يا سلام عليك والله كلام ورغم انه هذا انت بحس لا يجوع تقول هذا كافر لا اقول هذا الكافر اخلاقه اصلا اخلاق الرسول صلى سلم صح الرسول قال لشجم القيص ان فيك خصتان يحبهم الله ورسوله وهم بعد اسلم توجيه مقبلي بيسلم صحيح